بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق من السرين سيدنا محمد والأهل يجمعين نبدأ اليوم إن شاء الله بلكتر نمبر سيفن من مادة الكمبلايشن وحنحكو على الكمبلايشن فلويد أو الكمبلايشن فلويد فلويد شنه هو الكمبلايشن فلويد فلويد is intended to control a will without damaging deformation or completion components يعني الفلويد اللي هنستخدمه في عمليات الكمبلايشن أو عمليات الاستكمال هو intended يعني معد لي شنه للتحكم في البير to control a will بدون without damaging deformation or completion components يعني عندنا حاجتين مهمات نبو نخلوهم بدون ما يصير لهم damage تخريب اللي هو الكمبلايشن وعندنا الكمبلايشن component. الكمبلايشن من ناحية اللي احنا نقوله يصير عمية بلاق للformations يصير عمية barriers أو obstacles للموهن والفلويد موهن من الكمبلايشن للموهن الكمبلايشن هذا اللي بد أن نستخدمه لأ специل أو specificكمبلايشن فلويد النقطة الثانية الكمبلايشن فلويد may be subdivided according to function يعني احنا الكمبلايشن فلويد حنقسموه الى ثلاث انواع على حسب شنو على حسب الفانكشن حسب الفايدة متاعها مهم جدا هذا السؤال يقول لك هنا الكمبليشن الفلويد يقسم الى عدة انواع على حسب الفانكشن ما هي عندي النوع الاول هو وعندنا الباكر الفلويد وعندنا التريتينج هنا عندي هنا لدينا ثلاثة مختلفة نجد النوع الاول هو الواركين الفلويد وعندنا الباكر الفلويد شنو هو الفائدة او شليش نستخدمو في الواركين الفلويد رقم واحد كنترول داول وعندنا الباكر طب نحن زي ما خذينا في الحفر وخذينا في الواركين كنترول يجب ان تحصل على الهيدروستاتيك براشر بيش يبدأ يمنع انه لا يصير عندك ام ام اه كيك ولا يصير عندك اه بلو اوت الفائدة الثانية اللي هو ترانسبورد صولد اوت اوف ان ان انتو داول احنا الواركين فلويد هذا يستخدم لخروج او لنقل الصولد من البوتم الى السيرفس والله لنقل الصولد من السيرفس الى البوتم هاو نحنا لما يكون عندي اه كل هذا بين قوسين لما يكون عندي ساند بروبلم اذا كان عندي ساند بروبلم في بعض الاحيان يكون عندي ساند قانون بتاع الجاذبية حيصير لها سيتلنك داون اوكي بعد فترة يصير في لب لالبير هنا نضطر ندير عمية شو ندير عمية ووش اوت للساند واللي قاعد في البوتم الحاجة الثانية ام تنضخ العكس ام تنستخدم الواركينج فلويد لنقل اه الساند او الصولد الى الاسبت برضو خلال اه النوع متاع اه واحد انواع متاع الساند اه اه او كومبليشن ريكوارد ساند كنترول اوكي الفائدة الثالثة من الواركينج فلويد اللي هو يندير عمية دسبلائسمنت للتريتمنت فلويد والله البرائن اخر فائدة من فوائد الواركينج فلويد اللي هو حتش بتحديد الواركينج فلويد والواركينج فلويد والواركينج فلويد والواركينج جنبه هنا ليش هالقصة هذي كلها وليش نديره في عملية حفر وليش نديره في عملية من البير. نين يطلع الاويل او الكروت او يطلع من الفورميشن الفورميشن الذين قلنا عشان يكون فيها كروت اويل ولا يكون فيها كاربول ولا يبدي يكون فيها شنو بالإضافة الى الكابروك لكن نحن البروديوسنج فورميشن هذي المسامات هذي لو صار فيها او البرميبوليتي لو صار فيها بلاقيينك حيصير حيصير عندي كينة طريق وبعدين ماشي وحطيت فيها مطبات مناحة سرعة بتاعك انت حتقل او لما يكونوا مسكرة مناحة مش هتاك ديتمر نفس العملية نحن الوركينج فلويد لو استخدمنا نحن ولو دلنا عمية كومبليشن بالدريينج فلويد العادي الدريينج فلويد هذي شنو مكوناتها مكوناتها اللي هو مية او ديزل بلاس صوليد صوليد هو من ينجا صوليد جاء من الحفر والله جاء من المواد المضافة لما نديرنا عمية بورفوريشن وندير عمية عملية كومبليشن شنو يصير بيقالون او عشان الهيدرستراتك براشر يبدأ شنو يبدأ الدريينج فلويد هذا يدخل فيه الطبقات وقلنا احنا الدريينج فلويد فيه صوليد معناها شي بيصير هنا حيدير بلغ او بيرير للمسامات وبالتالي الانتاجية حتقل هنا نحنا لابد نستخدمه شنو نستخدمه غوركينج فلويد اللي هو غالب ان يكون براين براين هو ملح لما نقول براين معناها ملح زياد المية والملح هذا ندير عمية فلتريشن بحيث ما يكونش فيه اي شوائب وبالتالي عبارة عن شنو يعطيني يعطيني الهايدرستاتيك براشر تونص دول اول وفي نفس الوقت لما ندير عمية كوميبليشوديوديوبل ادخل فلتبقات مش هيعطيني او مش هيديلي سايد او ديترمنتل افكت نجو النوع الثاني من انواع الفلويد اللي هو باكر فلويد مدام كلمة باكر قاعدة معنى فلويد معنى سائل خاص بالباكر باكر فلويد او فلويد which are left in the tubing casing analysts بين شنو؟ بين the tubing وبين الاناليس when the analyst is isolated from the tubing with baكر نحن معاشي بنارجعوين قاعدة الباكر ويلا خيري نحن الفراغ الحالقي between casing و tubing هذا حيقعد فترة طويلة مسكر نحن نحطو فيه نحن شنو؟ نحطو فيه فلويد فلويد هذا ليش نحطوه او شنفيته رقم واحد reduce differential pressure across the baكر يعني هيتحكم لي فيه او يقلل لي الـ differential pressure across the baكر نحن عارفين الباكر كيف يصل الـ set to unset بطريقة ميكانيكية لكن لما يكون عندي ضغط او فرق ضغط كبير هيأثر لي هنا هو مهمته لما يكون around the baكر in the annulus between casing and tubing number one will reduce differential pressure across the baكر رقم اثنين protect annular steel surface from corrosion طبعا لما يكونوا في الـ annulus between tubing والكيسنج معناها قاعدة منطقة كلها شنو؟ كلها حديد steel فلويد هذا لما يقعد فترة طويلة يبي يحميلي الـ steel هذا من corrosion حاجة الثالثة help control the will while the baكر is being set or retrieved يعني هذا حيحميلي البير من نسيل لأي blowout ولا kick يعني زي ما قلناها حي لما يدير عمية الـ inset ولا set لي الباكر حاجة الاخرى او الفائدة الرابعة make a part of the kill fluid should the baكر failure occur if we can't do it اذا كان احنا صار failure للباكر معناها الباكر فلويد هذا حيكون شنو؟ حيكون هو الكل فلويد اوكي هذي هنا الفانكشن بتاع الباكر فلويد نجو نحكو على النوع الاخير اللي هو treating فلويد وسوائل المعالجات treating فلويد الاخير اللي هو الاخير اللي يستخدمش لفلويد هذا الا لعلاج بعض المشاكل اللي تحدث وين غاية تحدث في الفرميشن والله في الويلبور شنو هنالانواع بتاع treating fluid includes عندي الاسيدايزنج فلويد هذا يسموه treating fluid عندي الويلبور clean out acids and solvents مذيبات هذين هذي يعتبر من treating fluid عندي formation matrix solvent ساعد راحنا زي ما قلنا احنا فيه الماتريكس او المسافات البين الطبقات تكون بشكل بساطة زي مثلا سيلا اغلاق بزيع مادة هذا اندخوله formation matrix solvent مذيب بشي يذوب يذوب المادة هذي وخلي المسافات مرتوحة surfactant treatment هو زي التنظيف هذي نوع اخر من انواع treating fluid البرافين and asphalt removal فيه فلويد لما يكون عندي برافين شمع واسفلت هذا اندخوله داخل البيت بش يذوبها او يطلحها هذا برضو نوع من انواع treating fluid عندي fracturing fluid and sand consolidation fluid هذا برضو فيه فلويد نستخدم فيه في الفراك هناخده بعضين بالتفصيل وعندي زي ما خضيناه في انواع ال Adam قاله sand consolidation fluid هو نجمع صعي مع بعضها شرحناها في المحاضرات التي فاياتهم يعني انسي شاقي من الاسئلة فشاقي يقول لك شنو هنا انواع متاعة وشن الفرق بينهوكي يعني تقولي الي انء واحد احضر ثلاثة وكل واحد شنو 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 هو الحاجة الثانية كي اكسوالي يقولك ما هي انواع التريتينج فلويد عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست انواع الفلويد تايب غالبا انا اقل لك الكمبليشن فلويد ار تيبكلي براين براين قلنا براين عبارة عن شروع عبارة عن ملح لما خلطه مع المية يتحول الى براين هو شنو ممكن الملح يكون كلورايت اللي هو او برومايت وانت فورمايت بات اني تيوري كود بي اني فلويد افو بروبر دينيستي اند فلوو كاركتريستيكس ينهو البراين ان كومون هو عبارة عن او كومبليشن فلويد ان كومون هو عبارة عن براين همشي يعطينينا الحاجة الاساسية اللي هو الويت الويت مش نقدر نتحكم في الهايدروستراتك براسر وغالبا يكون البراين يكون هو كلورايت برومايت والله فورمايت يكون زي نوع من انواع الاملاح اوكي لكن ممكن يكون اي فلويد اني فلويد افو بروبر دينيستي اند فلو كاركتريستيكس لكن الان الشي الاساسي ما هي الاشياء التي يجب ان تتوفر في الكمبليشن فلويد يعني ما نقدرش نستخدم كومبليشن فلويد الا اذا كان شنون كيميكلي كومبوتيبل with the reservoir formation and fluid يعني هنا قبل ما نستخدم اي كومبليشن فلويد لابد نشوف المواصفات متاعة reservoir formation and fluid اللي موجودة في الروزرفوار عدا اذا كان عرفناها نشوف شن هو الكمبليشن فلويد اللي يتماشى معه وما يتعرضش معه من حاجة الاخرى الكمبليشن فلويد قبل ما نستخدم مكانه فلتره to a high degree to avoid introducing solid to the near wellbore area يعني فلتريشن او كومبليشن فلويد قبل ما نستخدم مكان لابد ندل عمية فلتريشن فلتره اوكي اذا لو جينا في الحفارة يجو خلطوا البراين في الماد تانكس عند الدينستي معين بعد ما يخلطوه قبل ما يضخوه في البيرشن يمرو على مكينة يسمو فيها فلتريشن ماشين يتمرو زي زي الفلتره بالزبط بحيث اذا كان فيه اي رواصف اي رملة صغيرة اي قطع خشب وتفر يصد العمية شنو فلتره ويبدأ شنو مية صافية عبارة عن مالحة وعندها دينستي معين نجو لموضوع اخر مهم جدا جدا الهو ساند كنترول ساند كنترول الهو ساند كنترول برميبوليتي الهو ساند بمكينة الهو سيدة خشبه هذا ممكن يصير لعمل مع الزمن زي نحن نحفروا بير مترا بير مية عندنا في الوحات في بعض راحيان في الأول يبدأ يطلع معه سان 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 لكن بعض 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 بعد فترة طويلة قد كونستانت بوردكشن شين يصير لالريت اوف سانت بوردكشن يبدأ يصير لعمل لكن بعد فترة لما ندير عمل استيمولايشن يبدأ ندير لعمل لانا حيكون مترصب على او سيتلينج داون على البوتوم ما هي الاسباب التي تؤدي الى خروج السان والله انتاج السان ستريسس اون ساند غرينز دورين فلويدز بوردكشن تين تو موف ديم انتو داو البور لو شفنا زي الرسمة اللي عندي هنا هذي عندي غرين سان وعندي الاسهم هذين هذي حركة الفلويد لما يصير عميد حركة الفلويد هذا ستريس يعني يطلع يمر هو عنده موفينج بسرعة معينة يحرك معاها شنو الان كونسوليديتا هو دي ما السان لما ما نقوش سان بفرض نقول ان كونسوليديتا ساند هو الينج ساند الساند اللي غير متماسك او الينج ساند يندوبه بادي او التماسك بينات المش كبير لما يمر بين الساند غرينز اللي اللي هو قاز ولا اويل ولا مية يحرك اماه وشيل اماه الى الويل بورد this stress are caused by pressure difference in deformation فرق الضغوطات فيه اللي دي اللي عميت السترس هذا فلويد fractional force هي الاحتكاك او قوة الاحتكاك بتاع الفلويد مع مع الساند او انكنسوليديتا ساند هذي تخليه تحرك weight of the overboard اللي هو الوزن بتاع الoverboarding هذا عندك مفروض واخدنا في ام اا بالتفصيل وااخدنا في الدريلينج النقطة المهمة هل الاخي مكتوبة بالا حمار هلها when the combining level of this stress exceed the strength of the formation sand will be produced لما مجموع هاله هاله هذين يزيد على ال strength of formation او قوة الفورميشن هانا يصير عندي شنو يصير عندي الساند هيتحرك ويصير عندي انتاجية يتحرك من طبقات الى الويل بور والبور جزء منه يصير لها settling down وجزء الاخر حيطلع نحوين على prediction of sand production كيف تربع كيف تعرف ان عندك انت sand production because the problem is complex المشكلة هذي complex محاقدة the most significant prediction of potential sand problem is usually a correlation pays it on the performance of offset wheels producing from the same reservoir. انا هذي همني جدا جدا لان المشكلة هي ان ديل عميد prediction is very very complex لكن لما جيب نحفر بير نشوف الابارة الجنبي هل فيها ان ديل عميد correlations المقارنات بالابارة الجاية الي حداي عالطبقات العمق الطبقات اذا كان فيه نفس المواصفات بتاعت الابارة الجاية انا حيكون عندي نفس المشكلة حالي استعدلها خلال عاملية شنو الويل كوم اوكي consequences of sand production اوكي شنو عواقب sand production انا عندي sand production ودلت لها protection وما دلت لاشة treatment اوكي شنو هو العواقب او شنو المشاكل اللي حيصير عندي consequences معنى شنو مثلا شنو العواقب لما نمشي بصرعة كبيرة بالسيارة هندير حادث باش العواقب متاع الحادث تاع السيارة متاع الحادث حيكون اضرار مادية ولا بشرية وهكذا هذي هو consequences الاول consequences من اللي حينتج من sand production هو erode surface equipment هادي اللي عميت شنو eroding او تاكل او اش عارف ترجم افتاح erode surface equipment such as valves and chokes to the point that it fails allowing high pressure gas and or oil to escape erode surface equipment such as sand paper هي حبوبات الساند خوده تبدأ انت تدير في عمية friction تحك بها معدن معين بعد فترة يصير لا يصير لا يصير لا eroding الحاجة الثانية او المشكلة الثانية اللي حتنتج من sand production هو productivity loss حلو اكار ونسان bridge forms in the production tubing انت الانتاجية حتقل او نفقدت الانتاجية ليش لانا الساند بتاعه هيبدأ جمع 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 وين هيصلي في ال tubing وبالتالي حيديد barrier او bridge form in the production tubing ويقل عندي الانتاجية الانتاجية casing failure which can lead to loss of the world كيسنج بعد فترة يبدأ احتكاك الكيسنج لما تجمع جمع عنده خذيتوه الparse will collapse في casing design لما يكون عند الرملة تجمع 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 داخل الbeer انا حيسبب لي ضغط الضغط هو الparse زي ما عندي هنا في في الرسمة الparse اللي هو البرشر من ال inside ال outside وبالتالي الكيسنج حيثينا failure وممكن هذا حيؤدي الى ان نفقد البير lead which can lead to loss of or loss of the well أوكي sand detection وهنا كيف ننقيس أو كيف نسجل sand to currently available devices detect sand production to the surface والذين اسامية تجارية كلنا هو موبايل سونيك ساند بروب اللي هو اجهزة كلها نحطن ونبدأ إلا ما يمر عليه الساد يعطني إشارة انه في في ساد موسيقى